بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب صلاة التطوع فصل في صلاة الكسوف وآكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه صفتها عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف أخرجه البخاري ويسن للإمام أن يعظ الناس بعد الصلاة ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار والصدقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فصل في صلاة الوتر وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا وحث الناس عليه وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثرا متفق عليه وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم فصل في صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء وتفعل كصلاة العيد في الصحراء ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة والله أعلم فصل في أوقات النهي وأوقات النهي عن النوافل المطلقة أولا من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ثانيا ومن صلاة العصر إلى الغروب ثالثا ومن قيام الشمس في كبيد السماء إلى أن تزول والله أعلم وله في أوقات النهي أن يقضي الصلاة المفروضة وأن يصلي الصلوات ذوات الأسباب كسنة الوضوء وتحية المسجد وركعتي الطواف وصلاة الكسوف والاستخارة الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض الفرائض فرضت في السماء ليلة المعراج أما النوافل فرضت كسائر شرائع الإسلام الفرائض يحرم الخروج منها بلا عذر النوافل لا يحرم الخروج منها بلا عذر الفرائض يأثم تاركها أما النوافل فلا يأثم تاركها الفرائض محصورة العدد والنوافل غير محصورة العدد الفرائض تجب فيها الجماعة وتصلى في المسجد أما النوافل فصلاتها في البيت أفضل إلا ما استثني الفرائض لا تجوز على الراحلة إلا لضرورة أما النوافل فتجوز على الراحلة بلا ضرورة الفرائض كلها مؤقتة بوقت معين والنوافل منها المؤقت وغير المؤقت الفرائض يشترط لها استقبال القبلة مطلقا والنوافل لا يشترط لها استقبال القبلة في السفر يجوز الانتقال من الفريضة إلى النافلة غير المعينة لا العكس الفرائض يكفر تاركها تهاونا على القول الصحيح أما النوافل فلا يكفر بتركها بالإجماع النوافل تكمل الفرائض والعكس لا يصح في الفرائض القيام ركن ولا تجزئ تسليمة واحدة أما في النوافل فالقيام ليس ركنا وتجزئ التسليمة الفرائض تصح من الآبق والنوافل لا تصح من الآبق الفرائض يشرع لها الأذان والإقامة أما النوافل فلا يشرع لها أذان ولا إقامة مطلقا الفرائض تقصر في السفر والنوافل لا تقصر في السفر الفرائض لا تسقط بحال ويكتب أجر إكمالها لمن عجز عنه إذا كان من عادته فعله أما النوافل فتسقط عند العجز عنها ويكتب أجرها لمن اعتادها الفرائض يشرع لها كلها ذكر بعدها أما النوافل فورد الذكر البعدي في بعضها فقط الفرائض قيل لا تجوز في جوف الكعبة والصحيح الجواز أما النوافل فتجوز في جوف الكعبة الفرائض يجوز فيها الجمع أما النوافل فلا يجوز فيها الجمع الفرائض أعظم أجرا والنوافل أقل أجرا الفرائض الفرائض لا يجوز فيها الشرب مطلقا أما النوافل فيجوز فيها الشرب اليسير الفرائض ليس منها ما يصلى ركعة واحدة أما النوافل فمنها ما يصلى ركعة واحدة الفرائض يجوز فيها السؤال والتعوذ عند تلاوة آية رحمة أو آية عذاب ولا يشرع أما النوافل فيشرع فيها السؤال والتعوذ عند تلاوة آية رحمة أو آية عذاب الفرائض قيل لا يجوز اتمام البالغ بالصبي والصحيح الجواز أما النوافل فيجوز اتمام البالغ بالصبي الفرائض قيل يجوز اتمام المتنفل بالمفترض أما النوافل فيجوز اتمام المتنفل بالمفترض الفرائض كلها تقضى على صفتها عدى الجمعة فتقضى ظهرا أما النوافل فمنها ما يقضى على صفته ومنها ما يقضى على غير صفته كالوتر الفريضة الليلية يجهر بالقراءة فيها أما النفل الليلي فيخير بين الجهر وعدمه في الفرائض يجب ستر العاتق على أحد القولين أما النوافل فلا يجب ستر العاتق الفرائض لا يسقط منها شيء والنوافل منها ما يسقط في السفر فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين